الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من الفردوس الأعلى منزلة بإذن الله عز وجل لقاء هذا اليوم عن حلم الميت يعود للحياة وعن السلام على الميت في المنامة انسوناش بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار وجزاكم الله خيرا إذا رأى الشخص أن الميت يأتي للحياة مرة ثانية فهذا دليل على أن ذلك الميت يعيش مرتاح في الدار الآخرة عند رؤية الشاب أن الميت يعود مرة أخرى دليل على أن صاحب الرؤية يشتاق قسر للميت ويتمنى عودته للحياة مرة أخرى فقد أوضح ابن سيرين في تفسير السلام على الميت في الحلم فقال إنك إذا قمت بالسلام في الحلم على شخصا ميت وفي نفس الوقت شعرت بالخوف والرهبة منه فهذا يوحي بأنها رؤية غير صر حيث تشير إلى قرب أجلك فتشير إلى قرب أجل صاحب المنام وفي حال أنك قمت بمصافحة شخص زوجه بشوش يوحي بالطمأنينة وشعرت بالإطمئنان فهذا يشير إلى أنك ستحصل على الخير الوفير وسيزداد رزقك في أقرب وقت وإذا سلم عليك الميت وأخذ بيدك إلى مكان معروف فيشير هذا إلى قدوم الرزق وإذا رأيت في المنام أن شخصا متوفا قد عاد للحياة مرة أخرى وأصبح يمارس معكم كفة الأمور للحياة فهذا له مدلول خير حيث يدل أن هذا الشخص في نعيم في الآخرة وله مكان عظيم عند الله تبارك وتعالى ما تنسوا نشخونا بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار وجزاكم الله خيرا وما تنسوا قراءة القرآن الكريم في هذه الأيام خاصة وفي باقي الأيام عامة لأن ختمة القرآن الكريم في الأيام العادية تساوي ثلاثة مليون حسنة وفي رمضان الله يضاعف لمن يشاء وفضل القرآن في رمضان عظيم لأن رمضان هو شهر القرآن يعني تخيلوا في الأيام العادية ثلاثة مليون حسنة في ختمة القرآن لو لوحد قرأوا كل يوم جزء في الشهر ثلاثين جزء ثلاثة مليون حسنة الجزء علي متألف حسنة وهم ثلاثين جزء دي ثلاثة مليون حسنة شوفوا بقى الفضل في رمضان بيتضعف ازاي يعني رمضان موضوع تني خالص ما تنسوا نشبق بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته